ارقام صادمة تضمنها اخر تقرير لمنظمة النزاهة المالية الدولية بشأن حجم الاموال غير المشروعة المتدفقة من الدول النامية في انحاء العالم فرغم تشديد اجراءات الرقابة على تدفقات الاموال في العالم قالت المنظمة ان الدول النامية خسرت حوالي تريليون دولار بسبب الاحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة في 2011 وبحسب التقرير فان 946 مليار دولار من الاموال غير المشروعة غادرت 150 دولة نامية في 2011 بارتفاع نسبته 13.7% عن العام السابق وهو اكبر مبلغ منذ عشر سنوات ويتجوز ذلك حجم المساعدات الاجنبية التي تلقتها الدول النامية وهو ما يعني انه مقابل كل دولار من مساعدات التنمية الاجنبية لهذه الدول تقابلها عشرة دولارات من تدفقات الاموال غير المشروعة تغادر تلك الدول وشاهدت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اسرع زيادة في الاموال غير المشروعة التي تدرها السفقات والجريمة والفساد وارتفعت التدفقات غير المشروعة من دول المنطقة بنسبة 31.5% بين 2002 و2011 لكن اسيا هي التي خسرت اكبر حجم من الاموال وبلغت نسبتها 40% من 6 تريليونات دولار من التدفقات المالية غير المشروعة من دول العالم النامي في فترة السنوات العشر الاخيرة وخسرت الصين نحو تريليون دولار من الاموال المهربة معظمها يتم عبر منافذة في هونغ كونغ وتقول المنظمة ان البيئة الرئيسية التي تسهل تهريب الاموال هي نظام مبادلات التجارية العالمي الذي بات يقوم على تصدير واستراد السلاء والخدمات عبر خطوط تبادل متعددة الاطراف وليس من خلال عمليات ثنائية الاطراف